يحتفل الشعب الإيراني في أخر يوم من فصل الخريفة سنوياً بأطول ليلة في السنة وتم تسمية الليلة باسم يلدى حسب التراث الإيراني القديم وتجتمع العوائل خلال هذه الليلة في بيوت الآباء والأمات في ترسيخ لثقافة صلة الرحمة عندما يكون البطيخ الأحمر والرمان بجانب بعض فهذا يعني أن ليلة يلدى قد أتت هي أطول ليالي العام وبداية فصل الشتاء لها مراسم خاصة لدى الإيرانيين يتبادلون فيها الزيارات ويقضون هذه الليلة عند كبار السن في العائلة سهر وسمر ومائدة مليئة بالفاكهة والمكسرات إضافة إلى تلاوة الآيات القرآنية وقراءة أبيات للشاعر الإيراني المعروف حافظ شرازي باعتبارها ليلة تآخ ووصال تعتبر ليلة يلدى من التراثي الإيراني القديم ولعل أجمل ما فيها صلة الأرحام التي حتى عليها ديننا الحنيف فيجتمع الأقارب إلى جانب بعضهم وهذا أمر بالق الأهمية لقد صادفت ليلة يلدى لهذا العام مع ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام الناس تعطي أهمية لهذه الذكرى فيقيمون مراسم ليلة بشكل مختلف بعض الشيء ربما بالذهاب إلى مجالس العزاء والأدعية وفي النهاية يزورون أقاربهم لسيما الكبار في السن تقاليد يلدى تعد من التراثي الإيراني الذي يرجع إلى قرون مضت تميزها سفرة يلدى التي تشمل أنواع الفاكهة وأصناف الحلوية والمكسرات ويرجع تناول البطيخ الأحمر في هذه الليلة إلى تقليد إيراني قديم يقول بأن اللون الأحمر يذهب المرض من الجسد ويمنحه الصحة والعافية ويبعد عنه السقم طيلة فصل الشتاء الاحتفال بليلة يلدى تقليد قديم وصلنا عن طريق أجدادنا نشتري في هذه الليلة الرمان والبطيخ الأحمر والعنب ويقوم الصغار بالسن بزيارة الأكبر منهم والتبرك لهم الفاكهة التي نتناولها في ليلة يلدى تعبر عن السعادة والسلامة البرتقال والرمان يحتويان على اللون الأحمر الذي يعطي الجسم صحة وعافية من الأمراض الأساطير الإيرانية تروي قصة الشمس التي تخوض حربا مع الظلام في هذه الليلة هي عبارة عن صراع بين الخير والشر لتنتهي بانتصار الشمس فيزداد النهار طولا ويقصر الليل ويبدأ معها فصل الشتاء الذي تتعدد حوله القصص والحكايات دمج الإيرانيين بين التراث الفارسي القديم والتعاليم الإسلامية السامية جعل من ليلة يلدى فرصة ثمينة لصلة الأرحام وتبادل الزيارات بعيدا عن ضغوط العمل ومتاعب الحياة اليومية تعبسنا الشاب قناة الفوت طهران